شهديني اهلا بحضراتكم معانا مرة تانية بيشرفنا ويكرمنا زي ما قلتلكم انه تبقى معانا النهاردة ماما سامريا اهلا بيك يا ماما اهلا بيك كمان بيشرفنا يكون معانا أستاذة فيولا بنتها اهلا بيك يا فيولا اهلا وسهلا منوارنا طيب اولا ايه موضوع سامريا ده مبارح كان حد السامريا يعني انجلي السامريا مبارح وحضرتك تبي قدامنا النهاردة ده بركة كبيرة يعني ما تعرفيش إيه السبب إن هما سموكي الاسم الحلو ده إن هما كانوا بيحبوا يعني قصة سامرية عشان كده سموني سامرية آه هي قصة جميلة فعلا هوي على طول يقول هالي سامرية سئيني من بيرل سئيني من اللي هي الترنيبة آه كان على طولي قولها يا قصة جميلة للإنسانة يعني كان بعيد خالص عن ربنا وبعد كده تحولت لكارزة وكان بتبشر باسم المسيح دي حاجة جميلة خالص فيولا تحبي ماما جدا تحكي لي بقى إيه قولي لي إيه 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 إنتي اللي بعدتي أوه أنا طيب شوفها حسيت إزاي قولي لي بعتي ليه طبعا كل واحد حسس إنه أمه أحسن أمة في الدنيا طبعا لكن قولي لي إيه الحاجات اللي إنتي حستي إن فعلا ممكن تكون سبب إن إنتوا تنورونا وتنالوا تكريم من المركز الثقافي من سيدنا أمبر أرمية شخصية أنا يعني نفسي طول عمري يعني أكرم ماما بأي طريقة فلما عرفت ان انتو عامليني المسابقة دي فقدمت فيها لان فعلا ماما تستحق انها تكون يعني اعظم ام في الدنيا احنا سبع سبع خوات باسم الصريب ست بنات وولد اه فسداني ماما مربيانة تربية اعتبر جوا كنيسة يعني اهم حاجة اهم حاجة بقى من ده كله يعني ان احنا كلنا بنحب بعض انتو منين منطقة ايه وكنيسة ايه احنا كنا مولودين في الشرابية في كنيسة كديسة بربارة اه وبعد كده تنقلنا روحنا مدينة السلام وبعد كده بقى كل واحدة فينا راحت ممطقة بقى اللي بتتتجوز بقى انتو جوزتوا انتو ستة كلنا كلنا قوم بتجوزين يعني سبع ده باركة كبيرة والولد كمان طب حكي لي بقى يا ماما دي مسألة صعبة قوي تربية سبع اطفال مش كانوا اطفال اه لما جوز حضرتك سافر السماء ولا ايه اللي حصل مات من عشرين سنة مات من عشرين سنة وسابل ثلاثة لسه ما اتجوزوا اه يعني كان فيه اربعة اتجوزوا طب احكي لي بعد هو اصعب حاجة اللي انا كنت طول عمري اخاف على عيالي اه بنات وكنت بخاف عليهم كنت دائما محضران في الكنيسة دائما اوديهم الكنيسة كنت مؤمنة ان ده الوحيد اه هو اللي حافظ على عيالي اه ده الكنيسة اللي هتحافظ على عيالي اه وعلمتهم كل حاجة يعني الصلاة ويروحوا لمادارس احد على طول وانا كنت بروح معاهم في منهم واخدين شهادات تعليم كله واخد شهادات معنى تعليم ايه واخدين شهادات ايه بقى يا بيقول احكيلي اه اخي اواخد بكاريوز تجارة واختي برضو واخد بكاريوز تربية اه واختي اللي تحت هي واخد بكاريوز تجارة ودبلومات محدش يعني اواخد اقل من كده حلو قوي اه حلو قوي طب قولي لي يا ماما يعني مسألة برضو السؤال اللي شغلني اللي باسأل فيه مش عارف كنت بتشوفوا الخلقة لما كنت مستضيف اه بعض الامهات من اسكندرية واحدة تليفون وكده استاذة مارسة اه كنت بقى بسمح يعني السؤال اللي بيشغلني لما بتبقى الام صغيرة في السن وزوجها مثلا بيسافر السماء بتلاقي زن كتير على ودنها تعملي ايه اتربي ازاي لا كنتش تسمع لحد حسنك تتجوزي بس كان فيه بيتقلك اه بيتقلك اه بس ما بسمعش لحد ليه لا انا عيالي معايا اهم حاجة عيالي انا بحب عيالي وبحب عايز صلحهم التربية كويسة وفوست الكنيسة مع الكنيسة وكده بس هو ده كان هم كله لا رب عالفوست الكنيسة طيب فيول قالت حاجة كده يعني مش هنعديها قالت واهم حاجة ان احنا بنحب بعض حب بعض كلنا ازاي ازاي ده اللي عنده اتنين بس بيقعد بس يا واد بس يا بيت لا ماما فلان عمل ماما فلان قالت ايه لاب ازاي قدرت تغرسي فيهم الحب ده لا ما بخلهمش زعلوا ما بايتهمش ليلة زعلانين لازم يكلموا بعض على طول اه وبعدين على طول يعني غدا مع بعض عشا مع بعض يفطر مع بعض فيش حد حتى يكل لواحده لا وقت العشا كله يتلم وقت الفطر يتلم وقت الغدا يتلم طيب ولما ولما تجوزوا بقى وكل واحد وكل واحدة قاعد في بيت بل امهم يوم الجمعة والسبت عند كلهم بجد بس اللي في امريكا دي لا واحدة في امريكا كمان واحدة في امريكا بقى ايه اين في امريكا في كاليفورنيا اخش اللي اصغر مني على طول اه في كاليفورنيا اه اسمها امريل طب هاي اما بتيجايا برضو بيتلموا كلهم عندي بيعودوا عندي كلهم طب ودلوقتي حديدك قاعدة مع حد منهم ولا قاعدة واحدة لا انا قاعدة في شقة الواحدة هما اللي بيقولي طب قولي لبقى ايفيول اكيد انتو بقى ايه اكيد يعني نفسوكو كل واحد وكل واحدة فيكو تاخدوا ماما عندكو يقولولي يقولولي صح كلنا بنقطع بعض عليها مابتردقش اللي اللي عايزي يقعد يعود معي لكن مثلا ما بيحصلش مثلا يومين ناسا عند فلانة ثلاثة يام عند فلانة هيا مابتردقش هيا بتحب تقعد في شقةتها واحنا كلنا نقعد معيها اه وفعلا بتتقابلوا كل اسبوع اه انا عندي وقعدوا مع بعض وقت طويل يعني ايوا طبعا عندي هاني بيجيني الخميس ابني اه هاني اسمه هاني اه بيشتغل ايه يا ماما اه بيشتغل ايه مدير مشتروط في شركة شركة قطاع خاصة اه طب هايل ايوا اماما تفضلي اه بيجي الخميسة عندي بيقعد الجمعة والسبت يمشي بالليل اه الرشال اللي تحت دي بتجي نيوم بالجمعة اخر النهار اه بيقوله بقى تيجي السبت يعود مع اخوات الموميري بتيجي السبت اه يعني كله بيجي السبت ومرتي بيجي السبت برضو اه معايا الاربسات ايوة لم تكن ازارك على ال اواء كنت اج節ى سالك على ال